عندما يكون السوق مستقر فالأرباح بتبقى بسيطة أو بيسموها سليم بروفيت مارجنس هامش بسيط هامش ربح بسيط لكن مش من 27 لخمسين في وقت الأزمات بيزداد يعني طموح التجار لا مش طموح تجاشع من أسفل أنا حسميها يعني ما خلي بالك الطموح قد يكون جاشع يعني فيه طموح مشروع والنهاردة لما يوصل من 27 لخمسين ده بس ما أدرش أحكم إحنا خلي بالحق الفترة اللي فاتت كم قضية عملت في السوق يعني من قبل قطاع الرقابة والتوزيع الرقابة ده ملف بقى قطاع مباحث التموين يعني الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية لسه أسبوع فات وخات حكم لأن قضايا التموين هي قضايا أمن دولة في نفس الوقت إحنا اعتبرنا أن السكر هو سلعة تموينية معلي وزير التموين والتجارة الداخلية قال طالما هناك هذه الفروقات السعرية فهنا اعتبر هذه السلعة هي سلعة تموينية وهناك إقرار من التاجر ومن شركات التعبئة عند تداولهم مع المرصة بالتزامات محددة لكي يصل السعر إلى 27 جنيه هتلاقي تخش على السوشيال ميديا ناس بتقول لا والله ده أنا لقيت السكر فعلا ب27 في ناس تقول أنا لقيت تزاحم عليه بس هو موجود ب27 في المنافذ اللي هي تابعة للدولة ولا تقصد حقا في السوبر ماركت العادي في السوبر ماركت يعني اللي اشترك في المبادرة بتاع التخفيض الأسعار مجموعة كبيرة من السوبر ماركت والهايبر ماركت دون تسمية أحد منهم وبعد كده احنا كمان بنصل شركات التعبئة إلى البقال مش التموين يعني بكلم على محلات البقالة الغير تموينية فأنا عايز أقول له هيك الملف دوت ملف اقتصادي بيدور بشكل اقتصادي في ناس كثيرة بتتحدث عن فعلا هو وصل إلى 50 جنيه هل هذه السلع هي متوفرة هذه السلع متوفرة بأكثر من سعر للاسباب اللي أنا ذكرت بما أنه بنتكلم عن أزمة اقتصادية وأدوات اقتصادية لمعالجتها وحتى اقترحت جزئية أساسية اللي ندفع بالمزيد من الكميات للأسوأ ضخل زيادة المعروض زيادة المعروض امتى السكر ينزل؟ أنا أتصور أن خلال أسبوع إن شاء الله هنبتدي نشهد انخفاضات في أسعار السكر يعني الناس اللي بيتبيع بخمسين هينزل السعر الناس اللي بيدي حاجة واربعين وده اللي أنا عايز أترقبه لأني حاسة أنه هينزل شوية وهيفضل برضو عالي خلي بال حضرتك بالحاجة في هبوط السعر ممكن يطلع مراوحة في هبوط الأسعار بيبقى تدريجي يعني زيادة الأسعار بس ما بيرجعش للي كان عليه زي محطك مثلا كنت بتكلم على مثلا كارتونة البيض حولها هيك معليش هوضح لك النقطة دي كارتونة البيض مثلا إيه اللي حصل فيها؟ من كم شهر لما وصلت 80 جنيه إحنا كنا بنقول 80 جنيه بعد شوية كسرت 90 كسرت المية الـ 115 150 دلوقتي لما نزلت رجعت 115 ووقفت فهل ده فرحنا وقلنا إحنا كده خلاص بتنزل هيحصل بقى نفس الموضوع في السكر لأنه كده بالأصل هو برضو زيت جامد أنت حريك زي ما ذكرت دخل على على موسم السكر والبنجر سواء القصب السكر أو البنجر فبالتالي زيادة حاجة إحنا كنا بندلل عن السنة اللي فاتت كانت بقى 30 جنيه برضو مرة ولازل لأ نهاردة البصل بكام نهاردة البصل بـ 14 و 15 ففي بعض أنا بسميها التغيرات السعرية التغيرات السعرية لا وموجود بـ 15 يعني خلي بالحقيق هو مشكلة في إيه إن المستهلك المستهلك لما بيروح مكان صدوقتي مش بكلم حكة موزيعة أنا ست بيت لا 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 وأنا بشتري ما كمان بقولك في الأسعار اللي بتشوفها لأ بحضراتك ممكن تشوفي سلعة في مكان ما زي ما حاجت قلتي في البصل بـ 24 جنيه حضرتك صديقة في هذا الأمر بس ما قدرش عمي ما أقول إن البصل في المطلق ما هذه بقى المشكلة التفاوت في الأسعار فيه تفاوت في الأسعار ليه ما أسباب التفاوت في الأسعار حضرتك بتشتري مثلا من هايبر ماركت باسم تجاري كذا لا والله بشتري عادي من محلات الخضار والفاكرة محلات الخضار محلات الخضار بتختلف من منطقة لمنطقة على حسب الإيجار بيدفع إيجار قد إيه في المكان ده فده لازم يكون فيه تفاوتات سعارية بس بتبقاش بجابة ببير أو بفجوة ببير يعني كم جنيه مش أرقام أنا بوافق حقيقي بس إلا أنا بقول إيه إن المشتهلك لما بيلاقي سعر فالسعر بيبقى راسخ في ذهنه ممكن يروح على منافذ أخرى يلاقي أسعار أخرى عن السعر ده حواليك ما تشتري في المعادي أو الزمالك أو في التجمع أو في 6 أكتوبر غير ما تشتري في وسط البلد غير ما تروحي لمكان أكثر أكثر شعبية فبتلاقي فيه تفاوت في الأسعار فيه تشابه إنما فيه تفاوت في الأسعار وحتفضل أو هيبقى هذا الأمر من مكان إلى آخر ده وضع طبيعي طب ما احنا في الخبز بنشتري الخبز التمويني تحت المظلة بخمس خروش وهو يكلف الدولة خمسة جنيه حطرتك هتلاقيه في مناطق بجنيه حر وبتنين جنيه وبتنين جنيه ونص ودي برضو حاجة كانت الناس تتكلم عنها والدولة برضو حطت سعر استرشادي فترة بس الأمور ما مشيتش بشكل لولا الطرح الأمع على منصة البورسة المصرية للسلع احنا عندنا مستوى الجمهورية 156 مطحن احنا عندنا 123 مطحن بيخش بيتداول على البورسة المصرية للسلع ترجمة نانسي قنقر